طبعاً اليوم الجمعة وإحنا بساحة الميدان وهي الساحة القديمة العريقة وهي البنايات المثالكة اللي أكل عليها الجحر والشرد راح نلتقي بالحاج جد داود نحدثنا عن عن تاريخ بغداد وعلاقة بغداد أهلاً وسهلاً ومرحب في قناة المتقالين وفي قيوم أهلاً بك أستاذ الغالي إحنا في هذه المنطقة تعتبر منطقة تراثية يشوف الناس يأتي خاصة العوائل وكبار السن ويشوف هذه المناظر مع الأسف خاصة هذه البنايات نعم نحن يشوف متغاركة يعني ما لها حال ما لها نفاق يعني هاي يشوف هناك القواج فداوي والأسطورة يعني المكان المعروف فأنا نفت نظري بين أكثر الموجودين هنا أنا في السوق ومكبار في السوق يعني حاطفة خميس حاطفة حاجة يغلبهم متقاعدين وعندما تسألك لك يعني متقاعد راتبا ذلك ويجب أجب هذا المنطقة يعني معقولة هو هذا حال الواطن شو فال الرجال شقد عمره هذا أكثر من الأربعين شقد عمره يبيع خمصان بلده بدائرته يبعد يبيع لبنطرون لو يبيع لطباق على موز يعيش يعني وين الزيادات باكد الدولة وين الزيادات باكد المتقاعدين وين المتراكم يعني هلقي خليتوا الإنسان يطلع نصف صبح الساعة بالخبسة يبيع لحاجة لو بطرون لو قميص يبيع لحاجة على موز يعيش ما يصير هذا العمل ما يصير يعني هذا البلد يعني واغلبها هاي حاجياتهم وحاجياتهم جاي بيها من البيت يعني الزعب وصلكم من هاي المرحلة يعني لازم الداري شوف الشريط مره وعده مره وعده خليت أبطرت 200.000 بينار وزليت هاي المتقاعد هاي هذا رجال كبير يريد يريد باشر دوه يريد يطلع شوف مستشفيات وتعرف عنا المستشفيات وعملياتهم قد تريد وحنا هسا بالميدان والله لا أجا أشوف شاب شاب قاعش ومجمية ما أكو كل الشي يمر بس 17 سنة 16 سنة أكثر 20 سنة والله من التباوة على حالهم تقر تقر ليش لقدما تزيل يبيع لسرحة يبيع لخميص يبيع لطباق يبيع لطباق يقول لخاني حالت بساعد هني دروح الطبيب هني دروح المكان يبيع لطباق يبيع لطباق يبيع لطباق ومجمية لا تكسري يا الله حرام هذا العمل معقول لا يقومون التبطون للزوجون المتقاعلين هاي شي والله كل شي يا